قال ديبلوماسيون أوروبيون إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية الصفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر وأضاف الديبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصى التسع عشر من فبراير المقبل على أن تبدأ العمل سريعا معربين عن أملهم في تسريع العملية في دوء التوتر في المنطقة they should be for EU enlargement.